أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل عشرين على الأقل من عناصر الجيش العراقي والحشد الشعبي وإصابة آخرين بتفجير استهدف وحدة عسكرية شمالي الفلوجة نتعرف على تفاصيل ما حدث في الفلوجة ومعنا من بغداد مرسلنا طارق ماهر طارق ما المعلومات التي لديك نعم أمال الحصيلة بلغت لحد الآن وفق مصادر في وزارة الدفاع العراقية واحدا وعشرين قتيلا من الجنود العراقيين التابعين للفرقة الأولى من الجيش العراقي بالإضافة إلى عدد من مقاتلي الحشد الشعبي هؤلاء قتلوا جراء تفجير انتحاري نفذه انتحاري يقود صهريجا مفخخا استهدف أحد المواقع أو أحد الثكنات التابعة للجيش العراقي شمالي الفلوجة أثناء تقدم القوات العراقية نحو مركز مدينة الفلوجة عفوا نحو مركز ناحية القرمة التي لا تبعد عن بغداد سوى 35 كيلو مترا طبعا التفجير تمناه تنظيم الدولة الإسلامية وفق مصادر في وزارة الدفاع العراقية والهجوم الذي كان متوقع له أن يستمر خلال الساعات القليلة المقبلة توقف جزئيا بناء على أوامر من وزارة الدفاع جراء هذا الهجوم العنيف مقارنة بالهجمات التي نفذها تنظيم الدولة خلال الأيام الماضية مع الإشارة إلى أن هذا المكان وأنا تحدث عن شمالي وكذلك شرقي الفلوجة يعتبر من المناطق التي توصف بأنها معاقل لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية والتي تحاول القوات العراقية مدعومة بالحجد الشعبي وأبناء العشار التقدم نحو مركز ناحية القرمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لكن يبدو أن هذه المحاولات تواجه بعمليات انتحارية عنيفة على حد وصف وزارة الدفاع العراقية شكرا جزيلا طارق ماهر من بغداد